السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت. هذا الاسم الجديد للقناة كان اسمها على المكشوف. هلأ صرنا وي سمارت. اليوم رح نحكي عن جهاز شيلي ديمر. هذا الجهاز اكتر من رائع. الجهاز صغير جدا. سيما انتم شايفين. طبعا هذا الجهاز هو رح يحول الدمر العادي المانوال الى سمارت. فاحنا هلأ رح نبدل هذا الدمر لشيلي ديمر. طبعا خلينا نشرح عن شيلي دمار عن قلية التركيب وبعدين. بنبدل الدمر اليدوي طبعا زي ما احنا شايفين هنا في عنا ال ان اللي هوا البارد، ال ال اللي هوا الحامي ولي هوا الاوت اللي هو اللي بدي روح للنبا وفي عنا الاي وان واي tutaj اللي هو minw and switch input 1 و switch input 2 رح نشرح عنهم هلأ بشكل مفصل خلينا نبلدج تركيب على طول. اول خطوة بالتركيب ننحدد الخط الحامي اللي داخل على الديمر اليدوي فراح ناخد الديمر اليدوي ونحدد مين هو الخط الحامي طبعا رح نستخدم التستر الخط الحامي اللي هو على اليمين عندي هون رح ااخده بعد ما افصل التيار الكهربائي رح ناخد الخط الحامي ونحط عليه الكليمة عشان نجهز حالنا للتركيب هيك احنا حددنا مين هو الخط الحامي طبعا احنا بهاي الحال رح نضطر نغير كبسة الدمر شيلي دمر ما بيشتغل مع الدمر المانول فراح نضطر نستخدم كبسة اباجور او كبسة عادية يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع شوي هلا بإمكاننا نستخدم كبسة عادية مثل هاي يدوية او كبسة زي هاي بس زمبرك يعني بترجع لحالها او كبستين عاديات مانول او كبستين زمبرك وطبعا الخيار الافضل اللي هو كبسة الاباجور اللي هو الكبسة اللي فيها اللي بترفع وبتنزل الاباجور نستخدمها عشان نرفع وبنزل الاضاءة رح نشرح عن الموضوع شوي اكتر خلال التركيب هلا خلينا نكمل التركيب الخطوة الثانية هلا في التركيب رح نحددنا الخط الخط الحامي الخط الثاني اللي ضل عندنا اللي هو الخط اللي طالع على اللمبة خلال التركيب فرح ناخده ورح يكون اول خطوة في التركيب على شلي رح نركبه مباشرة على الاوت في شلي فرح نركبه على الاوت في شلي هاي الخطوة الثانية هاي هيك صار جاهز فهلا احنا ركبنا الاوت هلا هون رح نغير الكبسة هاي خليني اغيرها واجهز كبسة الابجور بالاسلاك المطلوبة ونكمل طبعا هاي كبسة الابجور اللي احنا حكينا عنها فيها اللي هي ساهم لفوق ساهم لتحت لتنزيل الابجور طبعا هادي الموديل زنبرك في منه مش زنبرك بس انا بفضل الزنبرك رأي انه رح يكون اسهل بالتعامل مع الدمر طبعا كبسة الابجور هاي بيجي مكتوب عليها هون الال اللي هو الخط الحامي والالون والالتو اللي هو لما احنا نكبس لفوق رح تطلع الكهربا من الالون لما نكبس لتحت رح توصل الكهربا للالتو خلينا نجربها خلينا نجربها هذا التستر اللي شرحنا عنه بحلقات سابقة رح اتركلكم رابطه طبعا هو وشيلي ديمار بفحص الاتصال فهلا لو احنا حطينا التستر هذا على الالون مع الخط الحامي وكبسنا الكبسة رح يضوي الضو زي ما احنا شايفين وكبسنا الكبسة اللي فوق هلا لو حطينا مع التاني مع الخط التاني وكبسنا الكبسة اللي تحت رح يضوي الضو لو كبسنا اللي فوق ما بضوي الضو طبعا يعني هو لما احنا نكبس مرة الخط الفؤاني رح يوصل الكهربا للالون لما نكبس الخط التحتاني او السهم اللي اللي تحت رح يضوي رح يوصل للالتو هذه طبعا مهمة في فعالية التركيب انه نفهم هذا الموضوع فهلا احنا بالنسبة لنا الال اللي هو اللي بدخل الكهربا فهو مباشرة رح نربطه مع الخط الحامي اللي واصل اللي وصلنا فيه الخط الكهربا الرئيسي فرح نحطه مباشرة في الخط الحامي هون والخطين هدول هم اللي رح يكونوا على السويتش انبوت 1 وسويتش انبوت 2 هلأ رح نربط اللي هو السويتش انبوت 1 وسويتش انبوت 2 على شيء مباشرة طبعا مش مهم ترتيب الاسلاك هون لانه منقدر نعكس هم جوا التطبيق يعني لو ركب هذا هون وهذا هون او هذا هون وهذا هون ما بتفرق التطبيق فيه سويتش انبوت 2 خط البارد والخط الحامي الخط الحامي طبعا رح نربط ناخده مباشرة من الكليمة يعني رح احنا عطينا اخدنا خط الحامي ودينا على الكبسل رح ناخد واحد نوديه مباشرة على شيلي مباشرة رح نربط الخط الحامي بالكليمة ورح نحطه في القل على شيلي هيك احنا ضل علينا اخر خطوة اللي هي الخط البارد طبعا حكينا عن الخط البارد كتير انه لازم نرجعه من اقرب بريز او نرجعه من اللمبة نفسا نرجع خط بارد لعلبة المفاتيح او ممكن يكون هو عامل مرور زي ما حكينا باكتر من فيديو ممكن يكون عامل مرور بس مش مستخدم داخل العلبة حسب تمديدات كل بيت طبعا ترجيعه عملية سهلة يعني ترجيع الخط من اللمبة للعلبة عملية سهلة جدا تحتاج بس سلك زنبرك تدكيك اسمه ومنرجع من مدة سلك مباشرة مناخده من البارد اللمبة منرجعه على علبة المفاتيح انا مجهز واحد خليني اركبه مباشرة هاي الخط البارد مباشرة رح نحطه على الخط البارد هيك احنا عنا كل الامور صارت جاهزة للتشغيل خلينا نشغل ونجرب شيلي دمر ونشوف شو ممكن نعمل فيها هيك احنا بعد ما جمعنا كل اشي خلينا نجرب الجهاز طبعا الجهاز مشبوك عندي على التطبيق بس انا رح اجربه معكم اول من بره عشان اشرحلكم شوية تفاصيل بعدين ندخل على التطبيق ونشوف كيف قلية العمل طبعا قلية العمل مع الكبسة رح تكون انه احنا رح نضغط اي كبسة من الكبستين رح اشتغل الانارة سواء الكبسة اللي بتخفض الانارة او اللي بترفع الانارة اي واحدة منهم لك لو كبسناها مباشرة رح يضوي الضو يعني كبسة واحدة فقط بضو الضو كبسة واحدة على اي واحدة من الكبستين رح تطفي الضو بغض النظر عن الدمر هلأ نفترض اني انا بدأ اشغل الدمر بكبس كبسة واحدة بضوي مع اي الدمر بدي ارفع الدمر طبعا انا بالتركيب بطلع معي السهم التحت هو اللي برفع طبعا هدا بقدر اعكسه هلا من التطبيق اخلي السهم اللي لفوق هو اللي يرفع هلا لو بدي ارفع بضل ضاغط على الكبسل حد ما وصل الانارة اللي بدي اياها مباشرة بترك الكبسل بدي اخفض بكبس مباشرة بترك طبعا هادي بقدر اتحكم بسرعتها حتى سرعة الرفع الانارة وتخفيض الانارة بقدر اتحكم فيه خلينا نجرب كبان مرة خلينا نجرب نخفض الانارة طبعا قررت اطفي بكبس اي واحدة من الكبستين مرة واحدة برجع يعني بتطفي الانارة بكبس مرة واحدة بتضو الانارة طبعا هون عشان هيك انا فضلت الكبسة الاباجور الزنبرك عشان انا بقدر مباشرة اضغط اوصل بترك الكبسة مباشرة بوصل الانارة اللي انا بدي اياها لو انا بشتغل مع كبسة مش زنبرك رح اطر اكبس الكبسة الثانية عشان اوقف ارجع الكبسة الوضعية المناسبة يعني لو انا استخدمت كبسة عادية زي هاي رح اطر اضغط بعدين ارجع اضغط بعدين ارجع فعشان هيك افضل اشي كبسة الزنبرك بهاي الحالة اسهل في التعامل مع الجهاز خلينا نجرب التطبيق ونشوف الية العمل مع التطبيق اوليش خلينا نشغل من التطبيق مباشرة تجاوب سريع وممتاز طبعا الجهاز بحسب استهلاك الطاقة زيه زي اي اجهزة شلي بورجينا رسومات بيانية طبعا انا مدخل الجهاز على التطبيق من اول وراح اترك لكم روابط لانا شرحنا عن هذا الموضوع في فيديوهات سابقة كيف طريقة ادخال اجهزة شلي كلها نفس الالية طريقة تدخالها على التطبيق خلينا نجرب نتحكم بالبرايتنس تجاوب سريع وممتاز خلينا نجرب من الكبسة نخفض طبعا هنا شوية في حتى تعكس على التطبيق في تأخير بسيط ما بين الكبسة لما نستخدمها وبين العكس على التطبيق انها تعكس البرايتنس اللي احنا سوناه على التطبيق بس الان والوف سريع جدا في العكس على التطبيق هلأ في شغلة حكينا عنها في البداية انه احنا زيبنا نعكس الكبسات فرح ندخل على الستنج بالتطبيق طبعا رح نكون في الواجهة الرئيسية رح ندخل على الستنج رح نروح على البوتن تايب ورح نعمل رح نعمل سواب للإنبوت هيك رح يصير معنا هلأ الكبسة اللي فوق هي اللي بترفع الإنارة والكبسة اللي تحت هي اللي بتوطي الإنارة خلينا نجرب رح نكبس من الكبسة نكبس الكبسة اللي لفوق هاي الإنارة بدت تطلع طبعا خلينا نكون هون بالصفحة التطبيق عشان نشوف كيف بتعكس عنا على الإنارة ممتاز هيك احنا عكسنا صارت الكبسة الفؤانية هي اللي بترفع والكبسة التحتانية هي اللي بتنزل الإنارة يعني تحكم كتير ممتاز من خلال التطبيق طبعاً في شغلة كمان حكينا عنها في بداية الفيديو إنه في حال كانت الكبسة هي كبسة عادية أو كبسة مفردة يعني زي الكبسة اللي بتكون موجودة عندنا بالعادة اللي هي زي هاي الكبسة كيف إحنا رح نتحكم نفترض إنه هاي كبسة واحدة مش كبستين من التطبيق نفسه بنقدر نختار إنه إحنا عندنا one button mode فبهذا الحالي نفترض إنه نختارنا one button mode أوكي نفترض إنه الكبسة اللي تحت هي الوحيدة اللي موجودة عندنا اللي هي بديل وهاي هي لما يصير كيف رح نصير نتحكم بكبسة واحدة لما نضغط مرة واحدة رح يطفل... رح تطفل الإنارة توقع إنه إحنا اخترنا اللي فوق لما نضغط مرة واحدة رح تطفل الإنارة نضغط مرة ثانية رح تدو الإنارة إذا ضغطت رح تعلى إذا رجعت ضغطت مرة ثانية رح تطوط زي ما إحنا شايفين يعني بما معناته نفس كبسة واحدة زي هاي ممكن إنه نتحكم فيها إحنا بس رح تصير الألية أنه أنا رح أضغط وأرجع أرجع عشان تطفي أضغط وأرجع أرجع عشان تضوي أضغط وأتركها عشان تعلى وأرجع أضغط وأتركها عشان توطى هذه هي رح تكون الألية طبعا من إحدى القيارات المهمة لداخل التطبيق أنه بقدر أن أعمل معايرة أو مزامنة للدمر مع الإضاءة عشان يمشوا مع بعض يعني لما أنا أعلي أو أوطي على الآخر خلص بينزل إلى واحد في المية ما بينزل ما بطفي يعني لو ضلتني كابس ما رح يطفي رح يضال عند واحد في المية ما بطفي غير في حالة أني أنا ضغط على الكابسة فهذا الحكي موجود داخل التطبيق في كليبريشن هون مباشرة أنت أول ما تركب الإضاءة بتعمل كليبريشن هي بتعاير حالها مع طريقة عمل اللمبة الموجودة عندك وهذا الحكي ممتاز جدا يعني ما بخلي النارة مهما ضلتني ضاغط أنا ما رح تطفي رح توصل إلى واحد في المية فهذا الحكي مهم جدا وطبعا في كتير خيارات جوا التطبيق منها النايت مود أني بقدر أنا أحط الإضاءة من الساعة مثلا 12 بالليل للساعة 8 الصبح على واحد في المية أوتوماتيك في سكاجوال مود في تايمر إذا أنا ضويتك مثلا على الساعة ضويتك قطفي بعد ساعة ضويتك قطفي بعد نص ساعة ففي خيارات ممتازة وعديدة داخل التطبيق وهذا كل إشي عن شلي ديمار إن شاء الله يكون عجبكم واللي عجب الفيديو يعمل لايك وسبسكرايب للقناة وشكرا والسلام عليكم